ده بقى الحلم دي الحدوتة اللي هحكيها لكم الآلي عنده 74 نقطة في المركز الأول بيرامتز في المركز الثاني 70 نقطة ونادي الزمالك في المركز الثالث 67 نقطة نادي الزمالك دلوقتي عنده لقاء متأخرين عن نادي الأهلي حط 6 على 67 يبقوا 63 نقطة ويرجع النادي الأهلي سابق بنقطة 73 نقطة ناسف والنادي الأهلي سابق بنقطة يبقى النادي الأهلي سابق بنقطة يبقى النادي الأهلي في مواتش الأهلي والزمالك الأخير يحتاج لتعادل والزمالك لازم يكسب الموضوع تشقلب دلوقتي ركزوا معايا المصري البورسعيدي عنده 52 نقطة لعب 34 مباراة المقاولين عنده 47 ولعب 32 حط 6 يبقى 53 يعني المقاولين العرب لو كسب المباراتين الفرقة عن المصري يبقى عنده 53 نقطة يبقى أعلى نقطة عن المصري البورسعيدي ويخش هو المربع الزهبي بس المقاولين عنده الأهلي ضرب ناري يعني الأمور الحقيقة معقدة يبقى الصراع ما بين الأهلي والزمالك على الأول الثاني حتى الأنفاس الأخيرة وبرامدس خلاص في المركز الثالث وخلص الموضوع وخلص مبارايته المركز الرابع عليه صراع ما بين المصري البورسعيدي والمقاولين العرب وصراع ضرب نار الإسماعيلي طلع الجيش مبي سموحه كل سنة وانتوا طيبين قاعدوا في الدور الممتاز خلاص والدنيا تمام من المركز الحداشر الانتاج الحربي وحرس الحدود ووادي ديجلة وجونة الانتاج الحربي عنده 38 نقطة ده قاعد النقطة دي بتاعت النهار ده قاعدت الانتاج الحربي مع أنه كان يخش برضه معاهم في الدوشة حرس الحدود ووادي ديجلة وجونة الثلاث فرق دول عندهم 37 بنت ولعبين 33 لقاء الحرس عنده الزمالك ووادي ديجلة عنده الانتاج والجونة عنده الزمالك بعد كاس الأمم الأفريقية مشهد الحقيقة يعني ايه؟ معقق جدا للتحاد السكندري في المركز الخمستاشر عنده 36 نقطة قل منهم بنقطة ولعب زي يوم في اللقاءات للتحاد السكندري يكسب الماتش الجاي يقعد يتعادل يستنى نتاج الآخرين بيترو جيت عنده 34 بنت في المركز الستاشر وعنده المقاولين يكسب المقاولين بيترو جيت كل دول حلعاب ويوم الاتنين الجاي يكسب المقاولين يبقى عنده 37 بنت ويبقى عنده المواجهات لصالحه ما بينه وما بين حرس الحدود مشهد الحقيقة معقد جدا الداخلية والنجوم خلاص بالفعل قاعده بالفعل نزله فالجدول الدوري متقسم لأربع حتت أو خمس حتت الله يكون فعون الجميع يعني أكيد كل مسؤول أكيد كل مسؤول قاعد على أعصابه بشكل كبير جدا مشهد صعب ترجمة نانسي قنقر